موسيقى رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصلك ضيبية صباح اليوم وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريحة التالي استهل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجلسة بمتابعة حزمة التوجيهات التي أصدرها سموه بشأن تطوير مجموعة من الخدمات والمرافق في مختلف مناطق البحرين واستعراض ما تم بخصوصها سواء تلك المتعلقة بالأسواق العامة أو الشعبية والمرافق والخدمات المتصلة بالمواطنين حيث وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى متابعة تطوير وصيانة سوق جدحفص الشعبي والعمل على إحيائه وجعله ملبياً لاحتياجات المواطنين في المنطقة كما وجه سموه إلى الإسراع في تنفيذ مشروع تطوير شارع ريا بمحافظة المحرق فيما وجه سموه إلى التحقق من كفاءة شبكة الصرف الصحي ومعالجة أي تسريبات في المنطقة الجديدة بالحد بالإضافة إلى متابعة الأمور الخدمية الأخرى التي تدعم الدور الصناعية والاستثمارية في المناطق القريبة من الحد كمنطقة البحرين اللوجستية كذلك وجه سموه إلى أن تكون شبكة الطرق قادرة على استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد السيارات ومعالجة الاختناقات المرورية إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في توفير البدائل التي يمكن استخدامها كوسائل للري والتخضير في المناطق الجنوبية والنائية كدراسة إنشاء الخزانات لتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة ثلاثياً وحسن استغلالها في مكافحة التصحر وبما يضمن حفظها من الهدر وكلف سموه اللجنة الوزرية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بدراسة ذلك من جانب آخر فقد رحب مجلس الوزراء بالاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة واعتبرها المجلس بأنها خطوة بناءة على طريق دعم مسيرة استقرار السودان وحفظ أمنه وازدهاره ترجمة نانسي قنقر بعد ذلك نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية أولاً وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حالياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية حيث قرر المجلس أن تشمل الأفضلية المعمول بها حالياً بنسبة 10% في مزايدات المرافق الحكومية أيضاً المناقصات وبذات النسبة وهي 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشرعية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة ثانياً وافق مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء على تعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتقليص عدد الوكلاء المساعدين من 6 إلى 4 مناصب وخفض عدد الإدارات من 14 إدارة إلى 12 إدارة والموافقة على الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ليتكون من رئيس تنفيذي وأربع إدارات والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية ثالثاً تابع مجلس الوزراء الاستعدادات والإجراءات التي اتخذت لمواجهة متطلبات الصيف من الكهرباء والماء وذلك على صعيد كفاية الإنتاج وكفاءة نقل الكهرباء والماء من خلال تجهين الخطوط والمحطات الجديدة وصيانة خطوط النقل الحالية وتحديث خطط الطوارئ وجاهزية شبكة التوزيع وقد أثنى المجلس على الجهود المبذولة من سعادة وزير الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء في التحسن الملحوظ في عدد ومدد الانقطاعات مقارنة بالأعوام الماضية وقد أطلع سعادة وزير الكهرباء والماء المجلس على ما تم اتخاذه تفصيلا لمواجهة فصل الصيف على صعيد مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض إلى مجلس الوزراء رابعا اعتمد مجلس الوزراء إطار مراجعة البرامج الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي للدورة الثانية وذلك عملا بالتوصية المرفوعة من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب والمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب خامسا وافق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشرعية على رد الحكومة على اقتراح برغبة بشأن الاستفادة من برنامج مزايا الإسكاني ترجمة نانسي قنقر